أهلا بحضراتكم من جديد مستمرين في تغطيتنا على شاشة أكسترا نيوز لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب واللي بدأت عمليات الفرز الأصوات فيها داخل اللجان الفرعية وزي ما حضراتكم متابعين طبعا مشايفين عمليات فرز الأصوات على الشاشة طيب في هذه الفقرة هنحاول نقرأ ونحلل المشهد الانتخابي في ظل فشل دعوات المقاطعة اللي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية ومنصتها الإعلامية في قطر وتركيا اسمحولي أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الأساس جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي أهلا بك أساس جمال أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وأنا عايز أبدأ فعلا بالمشهد الانتخابي على مدار يومين شفنا التصويت وشفنا نزول المواطنين الحقيقة بأعداد كبيرة ويمكن ده كان خير رد على دعوات المقاطعة اللي دعت إليها الجماعة الإرهابية ومنصتها أقول لي يعني إيه الأسباب اللي أفشلت هذه الدعوات أو أقول لي شايف إزاي كمان رد المصريين على دعوات المقاطعة يعني خلينا أقول بشكل حقيقي وبشكل يعني واقعي ما تم في هذه الانتخابات بالأمس واليوم في الحقيقة هو نموذج حضاري للمشاركة الانتخابية وقبل ما خدش في تفاصيل السؤال بتاع حضرتك خلينا نقول إنه مصر صاحبة أول تجربة نيابية في تاريخ العالم العربي 1266 في عهد الخديو اسماعيل يعني إحنا بنتكلم عن دولة لها جزور حقيقية عميقة في التعامل مع مفهوم المجالس النيابية وكان اسمه مجلس شورى أنا زاك مجلس شورى القوانين أو مجلس شورى النيابي وبالتالي هنا حتى في مراحل سعود ومراحل هبوط كل حسب المرحلة السياسية وحسب الظرف السياسي لكن في كل الأحوال الناخب المصري كان أميناً مع الدولة المصرية وده هياخدنا يعني لسؤال حضرتك وهو إنه المواطن المصري يعلم تماماً حجم التحديات وأجمل ملاحظات العملية الانتخابية أو الفصل التشريعي الثاني منذ ثورى الثلاثين يونيو أو الفصل التشريعي الثاني في دولة الثلاثين يونيو والانتخابات الأولى بعد تعديلات الدستور 2019 نقدر نقول إنه يؤكد مدى حرص وتلاحم المواطن المصري على حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على تماسكها والحرص الشديد على استقرارها وبالتالي هنا إحنا بنتكلم في إقر المشاهد أمام اللجان في الشوارع إنبارح والنهاردة في المرحلة الأولى في 14 محافظة بنتكلم في 71 دايرة يعني تقريباً 140 ألف لجنة يعني بنتكلم في مشاهد في الصعيد وإسكندرية والبحيرة ومطروح وغيرها لما نقرأ وشوشو الناس لما نقرأ الحركة في الشارع لما نقرأ الإقبال على التصويت لا في حاجة لما استعى حضرتك اسمها أو نقدر نسميها ونطلق عليها السهل الممتنع في أمان في استقرار مرت بسلاسة ما فيش تجاوزات يعني نقدر نقول إنه بشهادة حتى الذين يتغنون بشهادة الأجانب والمرسلين الأجانب البي بي سي نفسها حسب التقارير لعملتها الهيئة العامة للاستعلامات فبتؤكد إنه لا توجد مخالفات ولا توجد تجاوزات لا توجد حالة واحدة تثبت أن هناك مال سياسي يستخدم داخل اللي جان عملية منظمة إلى أقصى درجة في الوقت اللي فيه كمان مصر العالم كله العالم كله يمر بجائحة كورونا وفي نفس الوقت استضاحت ونجحت مؤسسات الدولة المصرية أن تكون منظمة وأن ترتب هذه العملية وأن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع العملية الانتخابية طيب لما نقول دعوات الجماعات الإرهابية أو الإعلام الشر تجاه مقاطعة الانتخابات وإيه شواءة بالضبط والمواطن المصري هي أفشل هذه الدعوات المواطن المصري يعي تماما يعني خلينا نقول هم في مكملين أو الشر أو الجزيرة أو الجماعة الإرهابية أو وسائل التواصل الاجتماعي يا ترى هل هم خايفين على المواطن المصري بقولوله قاطع الانتخابات لأن مصلحتك في مقاطعة الانتخابات الإجابة بكل تأكيد لا هم يريدون هدم الدولة المصرية وبالتالي المواطن المصري تاريخيا يعني مؤمن ولديه قناعة وإيمان كامل وهذا الإقبال الكسيف وعلى فكرة الإقبال دايما عندنا في اليومين الانتخابات وفي اليوم التاني أكتر بس مبارح في الحقيقة كان إقبال ملحوظ وكانت الرسالة واضحة منذ اليوم الأول ومنذ الساعات الأولى ومنذ اللحظات الأولى رسائل الأمان يهموا الأمر هذه الدولة سابتة هذه الدولة راسخة المواطن المصري لديه وعي كافي ووعي كبير للدفاع ولمشاركة في هذه الاستحقاق الدستوري للحفاظ على مؤسسة تشريعية مهمة من شأنها وفقا لدستور 14 الذي منح المجلس النيابي وسمي في مجلس النيابي وفقا لدستور 14 ووفقا لصلاحيات التي أعطاها لي المواطن المصري يعي هذا تماما ويعي أن الدولة المصرية لابد أن تصمد ويعي أن هناك إفك وهناك أكاذيب وهناك مغالطات من إعلام أهل الشر وبالتالي لم يتوقف لديها ويعلم جيدا أن تحديات كبيرة جدا ويعلم جيدا أن مصر صاعدة وسط عالم متغير وبالتالي تحتاج إلى المزيد من السبات والقوة وبالتالي هنا أعتقد أن المواطن نجح واستطاع أن يتأكد بأن محاولات إثناءه عن الوطنية وعن الدفاع وعن سوابة الدولة باقت بالفشل كشفت هذه الجماعة الإرهابية كشف إعلام هذه الجماعة الإرهابية لم يعد مقنعا لطفل في مهد أيامه كل هذا أكاذيب وكل هذا وبالتالي هنا كان الرد يحكس ويؤكد عمق الوعي لدى المواطن المصري منذ اللحظات الأولى للعملية الانتخابية وكان المواطن المصري حريصا فيه 14 محافظة على أنه يشارك وأنه يرد على هذه الأكاذيب وهذه الشائعات وهذه التحريضات لأنه يعلم تماما أنه لا بديل عن استقرار الدولة ويعلم تماما أن التماسك الداخلي في هذه اللحظات الصعبة وفي هذه اللحظات المهمة من تاريخ وعمر الوطن تحتاج إلى وقفة حقيقية